شيء ثالث كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق دم المسيح نقترب إلى الله عن طريق كفاية ذبيحة دم يسوع المسيح من أجل كل البشرية مكتوب فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع عبرانيين 19 آسف إصحاح 10 والآية 19 مكتوب أيضا في أفيسوس 2.13 ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح نقترب عن طريق دم المسيح عن طريق الذبيحة شيء رابع كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله عن طريق الإيمان الإيمان مكتوب ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود exist موجود وأنه يكافئ وأنه يجازي الذين يطلبونه عبرانيين إصحاح 11 والآية 6 ثم يقول في الرسالة إلى العبرانيين فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا ونجد نعمة آسف عونا في حينه أحبائي إن التقرب إلى يسوع المسيح ينبغي أن يكون عن طريق الإيمان بدون إيمان استحالي مستحيل إنك تتقرب أو ترضي الله مكتوب لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء النقي عبرانيين عشرة وآية 22 لاحظ نتقدم بإيمان وبقلب طاهر وصادق أيضا وضمير مغتسل طاهر خالي من العيوب خالي من الإحساس بالذنب لأنه المسيح طهر خطيانا وغسلنا بالكامل شيء خامس كيف نقترب إلى الله نقترب إلى الله أو نتقدم إلى يسوع المسيح الشفيع الحي مكتوب فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون أو يقتربون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم عبرانيين سبعة آية 25 اسمحوا لي أقرأ من رسالة يحنى الأولى إصحاح 2 يحنى الأولى إصحاح 2 من الآية الأولى يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا كل العالم أيضا تعرفوا الشيء المحزن في العهد القديم واقتبسها الرب يسوع في العهد القديم في إشعياء النبي إشعياء صحاح 29 والآية 13 مكتوب لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني يا للخصارة عم بحاول يكرم الله بس مجرد كلمات روتينية بيرددها على لسانه ولكن قلبه فاسد وبعيد كل البعد عن الرب البحر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة